وكنا بنتكلم طب احنا هنعمل ايه علشان جسمنا نساعده ونساعد مخينا هو كمان عشان يدي الاوامر بالمزبوط اول حاجة ان احنا منتعرض في الدرجات الحرارة الشديدة نبقى دايما يعني بنتحرك في الوقت اللي ما فوش حرارة جمدة كمان نساعد نفسنا بشرب السوائل الكتير وخاصة في الاجواء الحار اذا واحد بيعاني من الاجهاد الحراري لازم نلحقه باننا نشربه مياه كتير وممكن ان احنا نعمله شاور او ان احنا نعرض جسمه لماية بردة بشكل كفاية هو ده الحقيقة في حالات كتير بيبقى كفاية كمان لازم الواحد يكتر بقى الاكلات اللي ممكن انها ما ترفعش درجات الحرارة بالنسبة له يعني الخضر والفاجهة دي من الحاجات السهلة وفيها سوايل كتير وتقدر انها بتديله طاقة وفي نفس الوقت ما تزودش يعني السعرات الحرارية اللي بيطلقها جسمه نتيجة الكلام لازم نقلل شوية من الشاي والقهوة والحاجات اللي فيها كافاين لان دي مدرة للبول فبتنزل سوايل فتساعد عليه انه يحصل له جفاف بسهولة الى جانب العرق الكتير اللي هو بيحصل الناس اللي بتشرب الكل لا تمتنع لانه الكل بالذات من ضمن الحاجات اللي بترفع درجة الحرارة وبالتالي برضو لازم نمتنع عنها دي الارشادات البسيطة الاولية اذا كنا بنضطر ان احنا نخرج في الجو الحر يبقى بنلبس ملابس فتحة خفيفة بنلبس واقع للرأس علشان ما نتعرضش بشكل مباشر لدرجة الحرارة الكبيرة دي الحاجات الطبيعية لكن فيه اهتمام خاص بقى بمجموعة مهمة جدا اللي هما الاطفال وكبار السن وزاوي الهمم لانه دول مش بيعرف انه هو يعبر عن نفسه ويقول انا بقى عاني من مشكلة ارتفاع درجة الحرارة والاجهاد الحراري وما بيشتكيش وما بيشتكيش فهنا لازم يكون المتابع ليه او اللي بيرعيه بياخد باله من هذا الشخص بشكل خاص وخاصة في بعض الاحيان نبص نلاحظة اللي بينا انه هو بدأت تبقى تصرفاته غريبة شوي يعني بدأ يتلعسر ينسى ما يبقاش متذكر بشكل كويس لان هنا زي ما قلنا انه الاجهاد الحراري بيأثر على قدرات الزهنية وممكن كمان يصيب الشخص ده بتصرفات غير طبيعية حضرتك في الاستراحة قلت تعبير رائع جدا عن الناس يعني لما بتتعرض لدرجات الحرارة فعلا بيبقى عندها تغيرات في تصرفاتها قلت بيبقى ديق الخل يبقى عنده خلق ديق وخلق ديق فعلا لانه ده نتيجة انه الدورة الدموية للدماغ وكمان الكيمويات اللي بيفرزها المخ بتتأثر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ونقص السوايل في جسم عايزين نقول هنا كمان نقطة مهمة انه بيحصل نوع من الجفاف نتيجة فقدان السوايل عن طريق العرب واللهس فبالتالي لازم نعود ده لانه الجفاف ده ممكن بيزود من لزوجة الدم ويدي فرص لحدوث تجلطات وده اللي بتعرض لها اصحاب الامراض المزمنة زي مثلا مرضى السكر ومرضى القلب ومرضى مشاكل الاوعية الدموية عموما فمهم جدا ان احنا نحافظ على اجسامهم والاوعية الدموية وسيولة الدم بشرب السوايل بشكل جيد شرب مية كفاية كمان شكرا دكتور انا مش هاشكر حضرتك ازاي هاشكرك جدا 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 على وجود حضرتك معنا النقاردة نورتنا وشرفتنا شكرا